عماني على الاتفاق النووي الإيراني والشكوك تلاحق جدية طهران الالتزام البيت الأبيض اتخذ سبيله وحيدا خارج الاتفاق وتساؤلات ومطالب شرق أوسطية بمخطبة سياسات وطمحات إيران الأوسع بما في ذلك بالطبع برنامجها للسوريخ باليستية ودعمها للاعبين متهمين بإثارة الأزمات الإقليمية ينضم إلينا الآن من واشنطن سيد بهنام بن طالبلو خبير شؤون إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أهلا بك معنا سيد بن طالبلو بداية رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قد صرح أن إسرائيل حصلت على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني تثبت أن طهران تواصل برنامجها النووي ما هو برأيك هدف إيران من السعي لتخصيب اليورانيوم اليوم؟ سعيد بعودتي لهذا البرنامج الهدف النهائي لبرنامج إيران النووي سواء سلمي أو مدني أو عسكري هو من أجل زيادة مكانة إيران وتحسينها وأيضا من أجل الأمن هم يريدون ردع وترهيب الجيران الهدف من التخصيب الآن بعد انسحاب الرئيس راب من الصمب الصفقة يعود إلى أنهم يريدون من الأوروبيين الاستمرار في إعطاء إيران الاستثمارات والتجارة إيران ستحاول استئناف سعيها من أجل تخصيب أكبر لتحسين ظروفها الأمنية ومكانتها ومن أجل تصدير أيديولوجيتها الثورية سيد بن طليبلو سمح الاتفاق لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى 3.67% وهي نسبة تقل كثيرا عن عتبة 90% اللازمة لصنع أسلحة وكانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 20% كيف تحد هذه المعطيات من فرص إنقاذ الاتفاق النووي في ظل ما تنصف بالتهديدات الإيرانية الجديدة تهديدات إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم مرة أخرى الهدف منه ترهيب أوروبا والحفاظ على الاتفاقية بقاء الاتفاقية يعتمد على أفعال عدة أطراف أحدهما الولايات المتحدة لو قررت تنفيذ العقوبات وأيضا بالنسبة لأوروبا هل أوروبا ستجد طريقة للمدفعات أو للدفع لإيران بغير الدولار ثالثا إيران نفسها هل إيران ستكون راضية عما تمنحه أوروبا وهل ستلبي احتياجاتها في فترة ما بعد الاتفاقية هذه هي الظروف والشروط التي تحدد بقاء إيران في الاتفاقية أم لا هل إيران ستقوم فعلا بزيادة التخصيب هذا معناه انتهاك إيران لبنود الاتفاقية وهذا يعني أن الأمر يعود إلى الغرب كي يوقف السعي الإيراني للتخصيب ولكن البعض ربما يقول أن حقيقة كون الاتفاق النووي قد استمر في الحياة لفترة أطول من اتفاقات أخرى متعددة الأطراف قد تم تراجع عنها يشكل دليلا على فائدته وربما أيضا على قوته ما هو تعليقك؟ أنا أختلف بكل احترام مع هذا لقد رأينا اتفاقيات تتعلق بدفاع الصواريخ الباليستية استمرت لثلاثين أو أربعين عاما الاتفاقية النووية مع إيران كانت أحادية غير متوازنة لو نظرت على اتفاقية الصواريخ الباليستية مع الاتحاد السوفيتي قام الرئيس نيكسون أيامها بزيارة الكريملين في موسكو هذه الاتفاقية استمرت لفترة طويلة كانت هذه معاهدة الاتفاقية مع إيران لم تكن معاهدة وإنما كانت رغب والأمر يعود إلى الرئيس الأمريكي هل يحترم اتفاقية الرئيس السابق؟ لا في هذه الحالة الرئيس الحالي قرر أن لا يحترم هذه الاتفاقية لو أردت أن يكون الإرث مجسدا فعليك أن توقع على معاهدة بالنسبة لي هذا يثبت أن الاتفاقية كانت مبنية على أسس ضعيفة طيب ما جدوى ورهانات ربط الاتفاق النووي برأيك بملفات أخرى كتطوير السواريخ الباليستية وتسليح حزب الله والحوثيين في اليمن هذا في الواقع فشل الاتفاقية النووية ليس مرة وإنما مرتين لا توجد اتفاقية نووية في رأيي لا تأخذ بعين الاعتبار وسائل توصيل السلاح النووي بالنسبة للولايات المتحدة عدة أجهزة استخباراتية قالت أن الإيران ستستخدم الصواريخ الباليستية لتوصيل أي قنابل نووية تصنعها المخابرات الأمريكية قالت الصواريخ ستستخدم هذه أول مجال من مجالات فشل الاتفاقية المجال الآخر هناك انتشار للأسلحة الإيرانية في عدة دول وتعمل إيران فيها على زعزعة الاستقرار الاتفاقية الهدف منها أن تكون شاملة ورغم أنها نووية إلا أنها منحت إيران الأموال كي تستمر وتصاعد التهديد في كل هذه المسارح التي ذكرناها إذن الاتفاقية فشلت مرتين في هذين المجالين نحن نشكرك جزيلا شكر كنت معنا من واشنطن سيد بهنام بن تاليبلو خبير شؤون إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات شكرا لك